اخبار اليوم ربما كنا في فترة سابقة نقول يجب فصل السلطة عن المال وأن لا يكون رأس المال هو الأساس والمتحكم في صياغة التشعر أعتقد أن القوائم التي ستعد سيكون فيها عدد كبير من رجال الأعمال مؤلمتهم الأساسية هو الصرف على هذه القوائم التي ستمتدوا إلى منار التجارب في القوائم وليس الفردي الفردي هو إفراز طبيعي الناس ستختار الشخص اللي هو عزان لما انت في القوائم محتاج تجيب في كل قائمة عشرة أو خمستاشر رجل الأعمال لا تعرف توجههم السياسي مهمتهم الأساسية هو التصرف من خلال القوائم والصرف عليهم هذا هو الذي ستدر وسنجني من أثار هذه القوائم الكثير ومن ثم لا أستطيع أن أقول أن الوقت يحتاج الآن إلى تقسيم أو إلى تشريع جديد للأمر وأعتقد أن أميل إلى من يقولون أن بدء الإجراءات سيتم في ديسمبر والإنتخابات ستجري بعد ذلك وليس قبل ذلك من حيات تقسيم الدوائر ربما يكون إذا خرج بالصورة التي نسمعنا سيكون هناك عوارد دستوري كبير جدا لأنه قاء مثلا دائرة في مطروح 13 ألف نسمة ودائرة في طنطة مثلا 150 ألف نسمة ده بيأخذ مقعد وده بيأخذ مقعد هذا يتصادم مع الدستور اللي بيقول مراعاة الكثافة السكانية وأعداد الناخبين وهذا أمر ممكن يدفعنا إلى مطعن دستوري ونوعد نستنى 45 يوم ثاني ولذلك يجب أن يأتي قانون تقسيم الدوائر ربما يفقد لما حدده ناقى الدستور